انت لما دخلت النادي انت حلمت في اليوم من الايام ان انت هتبقى لعيب زي اللعيب انت شفتها دي؟ لا ما اعتقدش ما فكتش متفكر في الكلام دي كله هو كان فيه كابتن بوبو ربنا يديله الصحة كان قال لي تعالى قال لي انت كمان سنتين هتلعب منتخب مصر شافوا كده بقى يعني اول اه قال لي و اول ما جيت اول تمريب مع الفريل اول قال لي انت كمان سنتين هتبقى منتخب مصر لعبت مع الناشئين طبعا اه لعبت مع العهية ده وبطولة واحدة كانت ناشئين تحت 17 سنة ولعبتها ولعبتها اه كانت جمهورية ولا لا كانت مناطق مناطق اه بحري وكسبتوها ولا مش فاكر اولا لانه كأسي كان ايام مش فاكر تبقى مش فاكر اه لا هو هو اللي فاكره كويس اوي والحاجة اللي يعتبر طفرة بالنسبال اللي هي عملت عمر عبدالله اه من البداية كنا باللعب النادي الاهلي مو معارش عددك فاكره ولا ايه كان موجود حسن حمدي وكان موجود شريف شريف مدكور كل دول كانوا احنا لعبنا ضدهم وانا كنت اصغر منهم بسلتين كان الماتش في استادي التتش بالليل ده سنة كم؟ سنة تمانية وستين ايام حقق كان بيعملوا دورات صيفية اه لا احنا ملحيناش احنا اه كانت تمانية وستين تسعة وستين اه او تسعة وستين تقريبا بالزبط يعني اه اه فانا الماتش ده انا جبتوا جونين منهم جول يعني حتى جامهريكا كان الملعب كله ما فيهوش مكان واحد يوقف ما هاده زمان كانوا يتفرجوا علينا في التمرين بالعشرين الف وخمسة وعشرين استادي مختار تيتش كان مليان عن اخر اه الناس شجعوا الجول اللي انا جبتوا انا مش عارف ده جيه ازاي يعني كده يعني كرة مستحيلة لا تيجو جول يعني بس جبتوا جول والناس شجعونا وكسبنا الاهلي في اليوم ده تلاتة اثنين على ملعب التيتش على ملعب التيتش اه كسبنا اهنا كنا كذبين شخصين تلاتة صفر فانا زلونا ناس اكبر شوية اه جابوا جنين وخلص الماتش تلاتة اثنين انا كنت تلعبت فريق اول ولا تحت كام لا لا كنت كنت باتمرن فريق اول بس كنت لسه حتى 18 سنين انا ملعبتوا في النادي الاهلي اه ايه طيب انت كنت تلعب في الشارع ومعاك اصحابك ان اخوتك بيتفرجوا وكتخدهم متغزل فيهم زمان تبتلون اول مرة ما نعبت كده في الفريق الاول وانت لما قلوك انت هتتضمن للفريق الاول اه مين اللي قالك هتتضمن للفريق الاول هو كان انا بعد الماتش ده بالزبط بعد الماتش الاهلي الستد محمد حبيب طبعا رحمة الله عليه رحمة الله عليه كان هو اللي جابني وعملي عقدي فوري يعني انا الصبح لقيت كان اول مرة يتعمالي العقدي عملك عقدي عملك عقدي اه اول مبلغ اخدته من نادي غز المحلة كان كام ما هو كان العقدي بخمسة جنيه بخمسة جنيه في الشهر اه يعني خمسة جنيه كانت لا كان احسن لعيبة كانت كابتن خرشد وعادي الاحمد والناس اللي هما كانوا منتخبات مصر دول كانوا بياخدوا 17 جنيه اعلى عقد اه انت با كنت لست طالع ناشر سباير بالخمسة جنيه اه لما خدت الخمسة جنيه عملت بيها ايه طبعا للحج على طول يا ربنا ارحمها يعني الله يرحمها يا سيد كانت يعني ايه دعواتها ليا الحمد لله مقافانة على رجل اشتريتش ارض بالخمسة جنيه دي هم خدوا كنت دايما اي فلوس تجيلي ربنا ايباريك لك يا ربنا